تمتلك ليبيا أكبر احتياطي نفطي في القارة الإفريقية كما أنها تحتل المرتبة التاسعة بين عشر دول تتمتع باحتياطيات نفطية مؤكدة بمعدلات تقدر بـ 46 مليار و 400 ملايين برميل أي نحو 13.94% من احتياطي العالم كما أنها تمتلك ضمن منشآتها عدة موانئ نفطية تركز أغلبها بمنطقة الهلال النفطي ميناء السدرة الأكبر بين كافة الموانئ يبعد 180 كم شرق السرط تزيد طاقته الانتاجية على الـ 400 ألف برميل من مشتقات الذهب الأسود يوميا ويضم 19 خزانا بسعة نحو 6 ملايين برميل ويزود من خمسة حقول نفطية أبرزها حقل الواحة النفطي بقدرة انتاجية تبلغ 120 ألف برميل يوميا راسلانوف ثاني أكبر الموانئ وتقدر طاقته الانتاجية بـ 220 ألف برميل يوميا ويوجد بالميناء 13 خزانا بقدرة تخزينية تبلغ 6 ملايين ونصف المليون برميل من الخام لاستلام وتصدير انتاج حقول تابعة لشركتي الزويتين والخليج العربي ومن بين الحقول وأهمها حقلام سلة والسرير الذين ينتجان 200 ألف برميل في اليوم وعلى بعد 180 كم غرب بنغازي يقع ميناء الزويتينة وتبلغ طاقته الانتاجية 100 ألف برميل يوميا ويتم تزويده من حقول زلة والصباح والفداء والحكيم ميناء البريقا يقع في خليج سيرد في أقصى نقطة جنوبي البحر المتوسط حيث تعتبر كمية انتاجه من النفط ضئيلة ومن الموانئ التي يعتمد عليها في التصدير ميناء الحريقا الذي يقع في طبرق تبلغ قدرته الانتاجية نحو 110 ألف برميل يوميا ويزود الميناء مصفات طبرق لتكرير النفط بالخام القادم من حقلي السرير ومسلة ميناء الزاوية النفطي التابع لمصفات الزاوية التي تقدر طاقتها التكريرية ب120 ألف برميل يوميا ويتم تزويد المصفات من حقل الشرارة النفطي الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا مجمع من ليتل النفط والغاز يبلغ انتاجه اليومي نحو 600 ألف برميل بالإضافة إلى انتاج نحو 450 طن من عنصر الكبريت يوميا حيث يدر عددا من الحقول النفطية البرية أبرزها حقل الفيل الذي يصل متوسط الانتاج اليومي به 300 ألف برميل أما أبرز حقوله البحرية فيتمثل في حقل البوري وينتج 40 ألف برميل كما يحوي المجمع 6 خزنات منها 3 خزنات بسعة 630 ألف برميل لكل واحد ترجمة نانسي قنقر